تنطلق في المغرب الأسبوع المقبل الحملات الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في الثامن من سبتمبر المقبل حملات ستجري في ظل التأثيرات القوية والعميقة لجائحة كورونا على المجتمع والاقتصاد تجعل السلطات والأحزاب أمام تحدي صعب إما إجراء الانتخابات وإما إرجاؤها إلى موعد اللاحق تستعد الأحزاب السياسية في المغرب لجولة انتخابات برلمانية مرتقبة في الثامن من سبتمبر المقبل ومن أجل ذلك تعد العدة لإطلاق حملاتها الانتخابية ابتداء من السادس والعشرين من الشهر الجاري ولكن الحماس الذي تثيره عادة هذه الحملات الانتخابية لا يبدو خاضرا بقوة هذه المرة التغيب مظاهر الاستعداد للاستحقاق في الشوارع التي تطوقها إجراءات الحجر الصحي خاصة في ظل إغلاق أكبر مدن البلاد بسبب النسق التصعدي لعدد إصابات ووفيات كورونا حملات انتخابية ستنطلق في ظروف استثنائية دفعت البعض إلى المطالبة بتأجيل الموعد الانتخابي لتوفير جو منافسة طبعي فقد عززت تدعيات الجائحة حالة القلق والخوف من حضور التجمعات الانتخابية المباشرة والذهاب لصناديق الاقتراع كما وضعت كورونا الأحزاب والسلطات على حد سواء أمام تحدي البحث عن استراتيجيات دعائية تتكيف مع الواقع الصحي وقد أدى هذا الواقع إلى ترد الوضع الاقتصادي وتفاكم البطالة والفقر خاصة لدى القطاعات المتأثرة بالإغلاق مثل السياحة والخدمات وإذا كانت التجمعات الانتخابية ستنتقل إلى الفضاء الرقمي إلا أن الخطوة ستظل برأي مراقبين غير كافية فقد يحرم كثيرون من حضور هذه التجمعات الافتراضية لغياب خدمات الإنترنت وضعفها في بعض المناطق وأمام هذه المعطيات يرى البعض أن التأجيل حتى السيطرة على الوضع الوبائي خيار جيد وهو أمر لم تستبعده الحكومة لكن آخرين يستشهدون بدول أخرى عبر العالم تمكنت من ضمان إجراء الانتخابات رغم ظروف الجائحة التي لا أحد يعلم متى ستتم السيطرة عليها فعلا معنا من الرباط أستاذ العلوم السياسية دكتور عباس الوردي دكتور عباس مرحبا بك بسبب كورونا هناك مطالبات بتأجيل الانتخابات التشريعية هل هذا الخيار وارد برأيك؟ شكرا سيدي الكريم وشكرا لقناتكم المحترمة على الاستضافة وكذلك شكرا عن الاهتمام مرحبا بهذا الموضوع الذي يحمل فطياته راهينية ويتعلق بالأساس بالانتخابات التشريعية وكذلك المتعلقة بالجماعات الترابية التي ستجرى في يوم واحد في الثامن من شتنبر المقبل الأمر لا يتعلق أخي الكريم بالمغرب لوحده للكل يعلم على أن مجموعة من الدول فقد نظمت الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية في موعدها على أساس احترام التدابير الاحترازية وكذلك أخذ الحيطة والحضار وكذلك تعبئة جميع المؤسسات وخاصة منها الصاهرة على تنظيم هذه العمليات الانتخابية وكذلك ضمان سلاسة ولوج مكاتب الاقتراع والأمر قد سبقه المغرب من خلال منشور لوزير الداخلية والذي عبأ الولاة وكذلك العمال على جميع الولايات وعملات المملكة المغربية من أجل مدهم بجميع الوسائل الضرورية لاحترام هذه الوسائل الاحترازية ضد تفشي وكذلك توغل الوباء الذي يتوغل في جميع مناطق العالم والذي يعرف من خلال طفرة الجديدة المسمة بذلطة التأجيل من عدمه أخي الكريم فلا أرى مسوغا لتأجيل لماذا؟ لأننا كأكاديميين نتفاعل مع أن المؤسسات يجب أن تحترم الموعيد المرسمة من خلال بناء دولة الحق والقانون وعلى أساسها ضمان تنظيم انتخابات شرعية وكذلك ترابية في وقتها وكذلك تمكيل حزاب السياسية من التداول على السلطة على مستوى المؤسسات أو المرافق العامة للدولة ولكن هذا لا يمنع أن نحسس كمؤسسات أن نقوم بتحسس جميع الفاعلين من أحزاب سياسية من كذلك مواطنة مواطنين وكذلك من الصاهرين على تنظيم هذه العملية من أجل الامتتال للأوامر وكذلك التعليمات الصادرة عن المؤسسات التي تعنى بطريقة مباشرة بإزمة أو بتدبير جرحة قرون السياسية دكتور عباس في هذه النقطة ألا توجد مخاوف من أن هذه التدبير الاستثنائية قد تدفع في النهاية إلى إضعاف المشاركة في هذه الانتخابات وأخي الكريم المشاركة لا يمكن أن نتكهن ونستبقى الإحداث ونقول على أن كورونا ستساهم أو ستؤثر على المشاركة لأن المشاركة حتى في تتبع واقتفاء أطار المعلومة قد ارتفع من سبوه إبان جائحة كورونا وإبان مكوتي المغاربة والمغربيات في بيوتهم الآن الكل ينصد للوصلات السياسية وكذلك الحزبية اعتبارا لمجموعة من الإحصاءات التي تريد على مسامعنا من قبل المؤسسات التي تترصد المعطيات المتعلقة بنسب المتابعة والمشاهدة المتعلقة باستحقاقات الشريعية وكذلك الترابي لسنة 2021 المشاركة مرتبطة أخي الكريم دائما وعلى جميع الأرضيات الديمقراطية العالمية بجودة البرامج الانتخابية وكذلك بصدقية ومقبولية هذه البرامج الانتخابية المغاربة الآن يجمعون على توجه جديد قوامه والنموذج التنموي الذي ارتضته المملكة المغربية بقيادة سديدة مجلالة الملك محمد السادس نصره الله والكل يجمع على أن جميع الحزاب يجب أن تسير في نفسي توجه هذا النموذج التنموي الجديد وأن كذلك تستجيب لطموحات المغاربة والمغربيات الذين أصبحوا يعرفون الشيء الكثير عن الحزاب السياسية وكذلك عن العملية الانتخابية وكذلك أظن على أن جوابك الجواب الشافي على سؤالك الأخ الكريم والانتقال بنمط الاختراع من الحال اللائحة الوطنية لللائحة الجهوية كذلك تمكين النساء من مناصب تشجيعية على أنهم سيحتلن المرتبة الأولى والثانية كذلك احتساب الأصوات على أساس عدد المؤسسجلين وكذلك إلغاء العتبة هي أشياء تحفيزية أرادة من خلال المشرحة الرفع من منصوب المشاركة السياسية ولكن هذا لا يعني أن تتحمل جميع المؤسسات الفاعلة في هذا المجال مسؤوليتها من أجل ضمان إنجاح شفاف وسلس لهذه العملية هذه نقطة واضحة دكتور عباس اسمح لي على المقاطع فيما يتعلق بالانتخابات الغرف المهنية التي مرت في أحسن الظروف هل تمت مؤشرات على أن هذه الحملات الانتخابية ستكون ساخنة فيها نقاش ساخن أم أن كورونا سيغير من طبيعة هذه الحملات خصوصا مع لجوء البعض إلى الرقم أتفق معك في نعتي هذه الانتخابات بأنها ستكون ساخنة وهذا تعبير موفق من قبالك أخي الكريم فالتدافع حاضر بقوة بين مجموعة من الأحزاب التي تريد أن تعتلي منصة نصة التدبير الحكومي وكذلك الترابي والكل يشهد على أن هناك مجموعة من الأحزاب التي استبقت العملية عبر تدبير أو استقطاب مجموعة من الكفاءات وكذلك مجموعة من الفاعلين السياسيين المرموقين المشهود لهم بالكفاءة وكذلك بالبرعة في تدبير العملية الانتخابية ناهيك عن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التفاعل مع المواطنات والمواطنين المغاربة فإذن هي كذلك كما يقول عليها مجموعة من الباحثين السياسيين هي قيامة 2021 ففعلا ستكون قيامة إيجابية دنيوية وليست بأخراوية وستفرز لها محالة خريطة حزبية جديدة ستتوزع فيما بينها مجموعة المناصب الوزارية بين الأحزاب التي أقنعت أما الأحزاب التي لم تقنع فستذهب إلى المعارضة وليس الحديث عن المعارضة بمنطقي أو بمنسوب السلبية ولكن المعارضة كذلك قوها المشرع المغربي من خلال تتبع واقتفاء السياسات العمومية وكذلك مراقبتها لأنها كما تعلمون فالبرلمان يراقب الحكومة والحكومة تطلب اتقام بناء البرلمان وبالتالي فكل هذه الآليات التي كرس من خلالها المشرع المغربي هذه المجموعة المبادئ قوامها بناء أو مواصلة بناء المغرب الحديث شكرا جزيلا لك دكتور عباس الوردي وستاذ العلوم السياسية كنت معنا من الرباط شكرا لك